والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله وينصركم ويثبت أقدامكم الله يعذكم بالنصر والثباق فهل أنتم متخابنين عن نصرة هذا الوطن ما جاءت هذه الآية إلا لتؤكد في ثورة 14 فبراير إلا في سبيل الله لاقتلاع الظلم والجول عن هذا الوطن وأبنائه عاث الطغاد في أرضنا الفساد ففعلوا ما لم يجرأ اليهود على فعله هدموا بيوت الله وحرقوا القرآن وحرقوا القرآن وقدروا النفس البريئة واعتدوا على النساء والأطفال واعتقلوا الشيوخ والشباب وجرائم تندى لها الجباء من هولها فكيف نتهاون فكيف نتهاون أو نستسلم لهذه العصابة نعم هذه العائلة الحاكمة هي عصابة استحوذت على ثروات البلد لتترك لأبناء هذا الشعب لنا لتترك لأبناء هذا الشعب الفتاة لن نرضى عشى الظلم والمهانة هيهاك من الظلم هيهاك من الظلم هيهاك من الظلم هيهاك من الظلم نعاهد الله والوطن نعاهد الله والوطن وأهالي الشهداء والمعتقلين والمطاردين والمهجرين أننا على درب العزة ماضون وعلى طريق الشهادة سائرون لا ترهبنا لا ترهبنا دباباتهم ورصاصاتهم المعتدية نعم لا ترهبنا رصاصات الغد فالرصاص التي استقرت في رأس شهيدنا الغالي فاضل عباس مسلم بالأمس والدماء الطاهرة التي سالت هي وقود هذه الثورة لن نقف مكتوف الأيدي وشبابنا المضحون وشبابنا المضحون وشبابنا المضحون طال الزمان أو قصر نعم بإذن الله إن كانت العصابة المجرمة تراهن على صمودنا نعم فنبشرها بأننا صامدون حتى النفس الأخير فإما النصر وأما الشهادة هيهات من الظلة هيهات من الظلة هيهات من الظلة بالروح بالدم نفديك يا شهيد بالروح بالدم نفديك يا شهيد